أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات في باقام ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من قطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نزير قالوا بلى قد جاءنا نزير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصلكم من دون الرحمن من الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فاللج في عطوف ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نزير مبين فلما رأوه ظلفتان سيأت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلتني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلها فستعلمون من هو في دلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتوم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين وضوا لو تضهنوا فيضهنون ولا تطيع كل حلاف مهن هماز مشاء برميم منع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبدينا إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأول سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت أشريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم شارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكن وغدوا على حرث قادر فلما رؤوها قالوا إنا لدول بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طغن عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنة النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فاللئتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا استطيعون خاشعة أبصارهم ترحقهم زلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستذرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مصقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبروا لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبز بالعراء وهو مظموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالح وإن يكاد الذين كبروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فهلكوا بالطاغية وأما عاد فهلكوا بريح شرشر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها شرعا كأنهم أعجاز نخل خافية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخزة رابية إنا لما تغل ما وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياء ذنوا واعية فإذا نفخا في السور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بأمينه فيقول هاء مقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانيا قلوا واشربوا هنيئا بما أسلقتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاونا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالم ولو تقول علينا بعض الأقاضل لآخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوطين فما منكم من أحد عنه حاجز وإنه لتذكرة للحفظين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبروا صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤغيه ومن في الأرض جميعهم ثم ينجيه كلا إنها لزاعة للشوام تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعا إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون أولئك في فرنات المكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتمع كل مرئب منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناكم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبتل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصف يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ظلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم لذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جل مسمى إن ناجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت القوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا برارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وصابعهم في آذانهم واستغشوا صيابهم وأشروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ومنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أدنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه إن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل انفجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده مع له وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعنق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نرا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصرا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب غفر لي ولوالدي ولمن بخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمدنا به ولن نشك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتفذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لهم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس عودون برجال من الجن فزادوهم رخا رعقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعص الله أحدا وأننا لمسنا السماء فواجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأننا لا ندري أشد أريد بما في الأرض أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائقا قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رعقا وأننا من المسلمون ومن القاسدون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغتقا لنفتنهم فيه ومن يورد عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما دعوا ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا ملاغا من الله رسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رؤوا ما يعضون فسيعلمون من أضعب ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون ما جعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتد ومن رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملق من ليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وعق ومقيلا إن لك في النهار سباحا طبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشيق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أكالا وجحما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترزق الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخزا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعلوا البلدان شبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أدنك تقوم ودنا من سلسة الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبدأون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المتسر قم فأنذر وربك فكبر وصيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له معلا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبز وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤسر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتة للذين كبروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أمروا إيمانا ولأركب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسلام كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ذنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كالله والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها ليحدى الكبر أذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلقكم في سقر قالوا لم نكن من المشلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم عمر مستغفرة فرت من خسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى سحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع يزامة فلا قادرين على أن نسوفي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذر لا تحرك به نسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إنا علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناصرة ووجوه يومئذ باصرة تظل أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك صدى ألم يكن اتفت من مني يمنا ثم كان علاقتا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إن أبت له فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شبه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكرا واتما وأسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عضررا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متقئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تزليلا ويطاف عليهم بآنية من فدة وأكوب كانت قواريرا قواريرا من فدة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ساك كبيلا عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا منصورا وإذا رأيت ذا رأيت نعيما وملكاكم كبيرا عاليهم سياب سندس خضروا واستبرقوا وحلوا أساورا من فدة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان ساحيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزلا فاصبروا لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراهم يوما سقيلا نحن خلقناهم وشدتنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا مسألهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرق فالفارقات برقا فالمنقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون الواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت يوم البصل وما يدرى كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم مما إمهن فجعلناه في غرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي سلاسي شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتدرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جماعناكم الأولين فإن كان لكم كيدوكم فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وبواكه مما اشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجز المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم